موسيقى نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين عملية البنيان المرصوص تقول أن قواتها ما زالت تسيطر على الطريق بين بوغرين والجفرة وغرفة العمليات الخاصة تؤكد وصول قوات من سوق الجمعة وغريان ومدن أخرى للالتحاق بالعملية قصف جوي ومدفعي لمنطقة تايجار يونس وقنفودة ببنغازي ومصدر طبي من المدينة يؤكد ارتفاع حصلة ضحايا القذائف الصاروخية أمام مركز بنغازي الطبي إلى ثلاثة قتل الولايات المتحدة وليبيا قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن إرسال مستشارين أمريكيين إلى ليبيا ووزارة الخارجية الأمريكية تصنف فرع ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا منظمة إرهابية دولية أهلا بكم قال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص في إجازه الصحفي إن قواته ما زالت تسيطر على الطريق الرابط بين بوغرين والجفرة بعد التحامها مع القوات المتمركزة في الجنوب كما أنها تحافظ على مواقعها التي سيطرت عليها يوم أمس على الخطوط الأمامية باتجاه بويرات الحسون مشيرا إلى أن قوات جديدة انضمت إلى قوات عملية البنيان المرصوص لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة كما أفاد المركز بأن قوات البنيان استهدفت بالقصف المدفعي الثقيل بوابة الخمسين وتمركزات المجاورة لها من جهتي أكد عضو المكتب الأعلامي لغرفة العمليات الخاصة تابعة للمجلس الرئاسي أحمد هدية أكد وصول مجموعة من القوات من سوق الجمعة وغريان ومدن أخرى للالتحاق بعملية البنيان المرصوص وأفاد هدية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوات التابعة لغرفة العمليات الخاصة ما زالت تحافظ على جميع المواقع التي سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى هدوء الأوضاع الميدانية صباح اليوم مع ما تشهده المنطقة من سوء الأحوال الجوية وقال الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح أن قوات غرفة العمليات الخاصة تحتاج لتسليح نوعي يجعلها قادرة على مواجهة المفخخات والتفجيرات اليوم وكذلك يوم الأمس ربما كانت الجبهات تشهد نوعا من الهدوء ربما تكون السياحة السياحية في راحة محارب لإتقاط الأمسس وليعادة تقديم الوضع وكذلك لإعادة مراجعة الخطط العسكرية التي تم إعدادها وربما للإستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية إلى ذلك أعلنت كتبة محمد الكيلاني بالزاوية في بيان لها جاهزيتها للمشاركة مع باقي الكتائب التي تقوم بمحاربة تنظيم الدولة والانخراط في عملية تحرير مدينة سرط وأكد الناطق باسم الكتيبة عبد الباسطة الشاوش أن الكتيبة وكتائب أخرى جاهزة للتحرك نحو سرط والوقوف مع القوات الموجودة في مصرات التي بدأت عملية ضد تنظيم الدولة وأشار الشاوش إلى أن ذلك لا يتأتى إلا عند فتح الطريق الساحلي وتحريره من عصابات الحرابة رفقة كافة القوات والكتائب بالمنطقة التي تنوي المشاركة في القضاء على تنظيم الدولة وقد أعلن البيان عن استعداد كتيبة محمد الكيلاني للتعاون الكامل مع عملية البنيان المرصوص التي كلفها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هذا ودع المجلس المحلي سرط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الوقوف مع قوات عملية البنيان المرصوص في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وتوفير الدعم الكامل لها وطلب المجلس المحلي سرط في بيان له أبناء المدينة وكافة المناضلين والثوار من أبناء ليبيا بالالتحاق بقوات غرفة العمليات المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي لتحرير سرط مما يعرف بتنظيم الدولة واستعادة الأمن والاستقرار وفي سياق متصل دع المجلس المحلي سرط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في تقديم الدعم للأسر النازحة قبل شهر رمضان وتوفير السيولة المالية بالمصارف التجارية جاء ذلك في اجتماع رئيس المجلس المحلي سرط عبدالفتاح السيوي مع عضوي المجلس الرئاسي أحمد حمزة وموسى الكوني حيث قدم لهما تقريرا عن وضع العائلات النازحة من سرط منذ سنة تقريبة والتي تجاوز عددها عشرين ألف عائلة وأشار السيوي إلى أن هذه العائلات تعاني ظروفا صعبة بسبب ارتفاع أسعار الإيجار والمواد الغذائية في ظل تأخر المرتبات ونقص السيولة بالمصارف التجارية فاد رئيس مكتب الإعلام بمستشفى مصرات المركز عبدالعزيز عيسى بنقل عدد من جرح الاشتباكات أمس إلى تونس وتركيا لتلقي العلاج وأضاف عيسى أن المستشفى وفرت عددا من النواقص المتمثلة في المحاليل الطبية ومستلزمات الجراحة مشيرا إلى عدم استقباله أي حالات من الجرحة خلال اليومين الماضيين من جانبه أوضح عضو المكتب الإعلامي لغرفة العمليات الخاصة أبو بكر مصطفى أنه تم نقل 29 جريحا من مستشفى مصرات المركزي لتلقي العلاج في تونس فيما تم نقل 11 جريحا إلى مستشفيات تركيا وبقيت في المستشفى ثلاث حالات وصفها بالحرجة وتبذل المساعي لنقلها إلى مالطة قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي إن طائرة حربية تابعة لعملية الكرامة قصفت فجر اليوم القرية السياحية ببنغازي وأضاف المصدر أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت على الأقل ثماني غارات جوية بالبراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة على مناطق جنفودا وغاريونس مع تحليق كثيف لطائرات استطلاع مجهولة وأشار المصدر نفسه إلى أن قوات عملية الكرامة المتمركزة في معهد ابن خلدون في طاب اللينو استهدفت بالقذائف المدفعية وصواريخ الجراد منطقتين جنفودا وغاريونس أكد مصدر طبي من داخل مدينة بنغازي ارتفاع حصيلة قتل القذائف الصاروخية أمام مركز بنغازي الطبي صباح الخميس إلى الثلاثة وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أحد الجرحى كان قد فارق الحياة داخل غرفة العمليات بالمركز وذلك بعد محاولات الطاقم الطبي إنقاذ حياته يشار إلى أن مركز بنغازي الطبي كان قد أعلن استقبال قتلين وتسعة جرحى يوم الخميس اثنان منهم إصابتهما خطيرة قام فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة بانتشال جثة إمام مسجد الأنصار بمنطقة الافتايح عبدالسلام صداقة حيث تم إبلاغ الهلال الأحمر عن مكان دفن الجثة في منطقة سيديعون بالقرب من مصنع الدقيق وقال مصدر من درنة إن المجن عليه فقد الاتصال به منذ نحو ثلاثة أشهر وقد تم التعرف على المكان الذي دفن فيه بعد أن بث ما يعرف بتنظيم الدولة شريط فيديو يوثق مراحل وجوده بمنطقة الافتايح وانسحابه حتى سرط والإعدامات التي نفذها دولياً أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن الولايات المتحدة وليبيا قد تتوصلان قريباً إلى اتفاق بشأن إرسال مستشارين أمريكيين إلى ليبيا ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن دانفورد قوله إن المستشارين الأمريكيين سيساعدون القوات الليبية في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة مشيراً إلى وجود مفاوضات متقدمة بين الولايات المتحدة وليبيا لإرسال هذه البعثة ورجح الجنرال الأمريكي أن تكون هذه البعثة في ليبيا طويلة الأمد مضيفاً أن مهمتها تتلخص في إعداد المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق الوطني وأكد دانفورد أن بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا البرنامج قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها صنفت فرع ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا منظمة إرهابية دولية وأوضحت الوزارة أن التصنيف يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أعمال إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للإرهاب والمخابرات المالية آدم سوبين إن الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة يستهدف الممولين والمروجين للقاعدة وجبهة النصرة وما يعرف بتنظيم الدولة وهم المسؤولون عن نقل الأموال والأسلحة والأشخاص نيابة عن هذه المنظمات هذا وأكد الباحث في الشأن الليبي أسنوس إسماعيل أن الاتفاق السياسي المواقع في الصخيرات ينص على رفض التدخل الأجنبي ولا يمانع في طلب المساعدة الاستشارية من قبل الدول الغربية والإقليمية هذا التصنيف سيساعد على الأقل في عمرية المساعدات أو خطع الدعم اللوجيستي الذي يأتي لهذا التنظيم في سرط من ربما من أطراف حتى الآن لا نعلمها لكن نحتاج إلى التعاون مع المخابرات الدول الأجنبية وبالذات الدول المجاورة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا تأمل أن تساعد القرارات التي اعتمدت في اجتماع فيينا على توحيد القوى السياسية في ليبيا وجعلها أقرب إلى الحلول التوفيقية وأضافت زخاروفا أن هذه القرارات ستمكن الحكومة الجديدة والأجسام التي ستنشئها من العمل بشكل كامل مما سيسمح باستعادة القانون والنظام في البلاد وقبل كل شيء القضاء على من وصفتهم بالإرهابيين الذين يوجدون بأعداد كبيرة على الأراضي الليبية حسب قولها دعا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إلى إكمال الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج من أجل وحدة ليبيا والتصدي للإرهاب وشدد غندور في حديثه لوكالة آكل إيطالية على الأهمية الخاصة لحماية أمن ليبيا ووحدتها التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات السياسي بالمغرب بين الليبيين مثمنا انطلاقة المجلس الرئاسي وحكومته من طرابلس وكشف رئيس الدبلوماسية السودانية عن لقائه مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق المفوض محمد سيالة على هامش مؤتمر إيطاليا إفريقيا الوزاري الأول الذي التأم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما مشيرا إلى الاتفاق على زيارة سيالة الخرطوم لمناقشة كيفية دعم السودان لوحدة واستقرار الأراضي ليبيا قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر إنه يثمن شجاعة وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي بعد وصول الأخير إلى العاصمة طرابلس وأشار كوبلر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أن اللقاء الذي جمعه بالبرغثي في مطار معتيقة كان بالصدفة حسب قوله الجدير بالذكر أن وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي وصل أمس إلى مطار معتيقة بطرابلس والتقى عددا من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في قاعدة أبو ستة من جانبه قال آمير القاطع الحدودي لمدينة جذابيا بشير بوظفيرا أن وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي التقى أمس أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأضاف بوظفيرا الذي يرافق البرغثي لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهمية دور وزارة الدفاع في إعادة الاستقرار إلى ليبيا مشيرا إلى أن اللقاء تم بحضور وزير الداخلية المفوض عارف الخوجة وعدد من المسؤولين نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل رغم تطور الزمن سكان منطقة نفوسة ما زالوا يحافظون على حوش الحفر مساكن محلية قديمة لكنها ظلت صامدة عملية البنيان المرصوص تقول أن قواتها ما زالت تسيطر على الطريق بين بوغرين والجفرة وغرفة العمليات الخاصة تؤكد وصول قوات من سوق الجمعة وغريان ومدن أخرى للالتحاق بالعملية قصف جوي ومدفعي لملطقتين جاريونس وغنفودة ببنغازي ومصدر طبي من المدينة يؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا القذائف الصاروخية أمام مركز بنغازي الطبي إلى ثلاثة قتلى الولايات المتحدة وليبيا قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن إرسال مستشارين أمريكيين إلى ليبيا ووزارة الخارجية الأمريكية تصنف فرع ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا منظمة إرهابية دولية أهلا بكم من جديد دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دانت ما أسمته تقاعس السلطات الليبية تجاه القيام بدورها في الحماية والحد من عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وقد أوردت المنظمة قائمة مبدئية لضحايا جرائم الخطف مقابل الفدية في منطقة ورشفانة تضمنت مائة وستة عشر أسما لمخطوفين من مناطق مختلفة خلال النصف الأول من سنة الفين وستة عشر طالبت الملحقية الصحية ليبيا بالإسكندرية والتابعة لحكومة الأزمة بتحييد القطاع الصحي عن الصراعات والتجاذبات السياسية وأضفت الملحقية الصحية في بيان لها أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يعرقل وزارة الصحة بحكومة الأزمة ويمنعها من الاتصال بالمنظمات العالمية التي يمكن أن تقدم الدعم ونشدت الملحقية الصحية حكومة الأزمة ومصرف ليبيا المركز في طرابلس والبيضة ووزارة المالية بالوقوف بشكل عاجل مع وزارة الصحة لتجاوز الأزمة مشيرة إلى أن المراكز والمستشفيات المصرية تشترط ضرورة إداع مبلغ مالي في حساباتها لأنها لم تعد تثق في سداد مستحقاتها قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إن وضع المحتجزين من المهاجلين غير النظاميين في مركز إيواء المهاجلين بمنطقة بوسليم غير مقبول وفقاً للمعايير الإنسانية لافتاً إلى عدم وجود بعض الخدمات الأساسية رغم وجود مرضى بين المحتجزين وأوضح كوبلر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المحتجزين يرغبون في العودة لبلدانهم الأصلية وأن البعثة ستساهم في تخفيف العبء عن الدولة الليبية بإرجاعهم إلى ديارهم وأثنى المبعوث الأممي على الجهود المبذولة من العاملين بمركز الإيواء رغم صعوبة عملهم وفق تعبيره صدنت بالأعداد الكبيرة من المحتجزين هنا ولا وجود لدورات مياه كما أن من بين المحتجزين أناس مرضى قال وزير الخارجية الأمريكية جون كاري إن حلف شمال الأطلس بإمكانه أن يلعب دوراً مهماً في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر ليبيا وأوضح كاري في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل اليوم أن النيتو باستطاعته أن يطلع بدور بحري مكمل قبالة السواحل الليبية لافتان إلى أنه لا يمكن الوقوف على الهامش في قضية المهاجرين غير النظاميين هذا وأضاف وزير الخارجية الأمريكية أن قضية اللاجئين الباحثين عن فرص للحياة تعد تحدياً للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي وافق حلف شمال الأطلسي النيتو على توسيع عملياته في البحر المتوسط لمساعدة الاتحاد الأوروبي على وقف مهرب البشر عبر ليبيا وقال أمين عام الحلف أنسي ستولتنبرغ في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن الحلف ليس له دور قتالي في المنطقة مضيفاً أنه يمكن تقديم المساعدة في تدريب قوات الشرطة وحرس الحدود وخفر السواحل في ليبيا بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن النيتو يمكن أن يدعم عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي التي تعمل بالقرب من السواحل الليبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين ومهرب البشر والبضائع وفي سياق متصل شددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في دريكا موغريني في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستولتنبرغ شددت على ضرورة التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والنيتو لدعم عملية صوفيا في محاربة مهرب البشر ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين وتدريب قوات خفر السواحل الليبية نحن نتحرك نحو المهام الإضافية المحتملة لعملية صوفيا مثل تدريب قوات خفر السواحل في ليبيا أو العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الحظر المفروض على الأسلحة لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز قدراتنا لأن التعاون والتنسيق مع حلف شمال الأطلسي أصبح أمرا ضروريا مساكن جبل نفوسة ذات الطابع المحلي تطورت عبر التاريخ من كهف واحد يحول أسرة بكاملها إلى عدة كهوف أصبحت تسمى حش الحفر ويحتوي على أماكن مخصصة لحفظ الطعام والماء لفترات طويلة حش الحفر في مدينة غريان أبرز مثال على طبيعة جبل نفوسة واستغلال الإنسان للطبيعة المزيد في التقريرات التالي حوش الحفر أو كما يسميه أهل الجبل تاد دارد نرجان وبيوت تميزت بها منطقة جبل نفوسة خصوصا مدينة غريان يمثل حوش الحفر مرحلة من مراحل تطور المسكن في المنطقة بدأت بالكهف أو الكيب في مكان يسهل الحفر فيه بعد اختياره بعناية بعد ذلك يتم تغطية الكيب ببقايا النباتات تطورت العملية إلى ما يسمى اليوم بحوش الحفر الذي تميز بأشكاله ومقساته المتعددة حوش الحفر له مساحة تفتح عليها الغرف ويكون مكشوفا حتى ينعم المسكن بالشمس والهواء وله سقيفة أشبه بخندق ارتفاعها أربعة أمتار تقريبا وشكلها مائل تمثل مخرجة وللحوش باب رئيسي من خشب الزيتون ألوني طريقة لحماية الحوش من تسرب السيول وهي طابية صغيرة تحيط بحافة الحوش من الأعلى وتمثل مجرى لمياه الأمطار التي يتم تحويلها إلى الأحفير أو الماجل لتستخدم بعد ذلك في الشرب والغسيل للحوش حزام حجري يترك أثناء الحفر في منتصف الحائط يمنع سياب المياه على مدخله وتتميز هذه المساكن المحلية بدفئها شتاءا وبرودتها صيفا استعمل سكان منطقة نفوس هذه المساكن لفترات طويلة من الزمن ظل بعضها يستخدم حتى الآن في بعض مدن الجبل وقرى قبل أن ننهي هذه النشرة نعود ونذكركم بعنوينها عملية البنيان المرصوص تقول أن قواتها ما زالت تسيسر على الطريق بين بوغرين والجفرة وغرفة العمليات الخاصة تؤكد وصول قوات من سوق الجمعة وغريان ومدن أخرى للالتحاق بالعملية قصف جوي ومدفعي لمنطقتين جاريونس وقنفودة ببنغازي ومصدر طبي من المدينة يؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا القذائف الصاروخية أمام مركز بنغازي الطبي إلى ثلاثة قتلى الولايات المتحدة وليبيا قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن إرسال مستشارين أمريكيين إلى ليبيا ووزارة الخارجية الأمريكية تصنف فرع ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا منظمة إرهابية دولية ختم هذه النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة